لو انا قلتلكم قبل كده هي دي تجمع فلسفة صناعة الكوادر في النادي الاهلي بصوا مجلس الادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب كل بعصة فيه حد من اعباء المجلس حتى من الشباب باستمرار بيدي له مسؤولية كبيرة بيسق فيه وبيمارسوا هم مسؤولياتهم الكبيرة وعشان كده انت عندك باستمرار منفرخة لاعداد الكوادر لانه ده مش سهل ابدا ان انت بترأس بعصة لفريق كبير بحجم النادي الاهلي بيواجه بعض الصعوبات بيواجه بعض المشاكل بيحل كتير من الازمات لكن بيكتسب كمان خبرات كبيرة بتؤهله سفرية بعد اخرى ودورة بعد التانية انه هو يكون له دور كبير في النادي الاهلي وديكوا شايفينه مهندس محمد صراج الدكتور مهند مجدي الاساس محمد الغزاوي الاساس محمد الجرحي كل اعضاء المجلس مش عايز انسى حد بس في الحقيقة الكل اين بأدوار كبيرة بخلاف طبعا كبار اعضاء المجلس اذا كان الاساس العامري فاروق او المهندس خلد مرتاجي او دكتور محمد شاوي او الاساس طاري انديل الحقيقة دولاب عمل متكامل وده الدور المهم جدا في انه تتحافظ على النسق الاداري المتواصل بين اعضاء المجلس اشترك ترجمة نانسية كحانس